السلام عليكم ورحمة الله تعالى شايف حضرتك اللي سكريني اللي أمامك ده ده كاردين صدق عليهم عبد الفتاح السيسي في أقل من 24 ساعة يعني على فكرة كاردين دول بعد التعويم اللي حصل وخلج جنيه أمام الدولار في البنك بخمسين وبعد فلوس رأس الحكمة كارد بواحد واثنين من عشر مليار دولار زي مواضح أمام حضرتك وكارد آخر بمليار دولار حضرتك إحنا كل ما كان في القرى الأرضية بناخد منه قروض أي واحد فاتح كشك سجاير في أدغان نهر الميسيسيبي إحنا بنقدم بناخد منه قروض مصر أخدت قروض من كل حد بنوصوب بالمناسبة بس بنوض تمرض على محمد مرسي كان عشان مصر تشحط من قطر دلوقتي إحنا مفيش دولة حتطأها قدم حضرتك إلا وإحنا واخدين يا إما من مؤسساتها يا إما من الدولة ذاتها يا إما من بنوك عندها يا إما من شركات عندها واخدين قروض مفيش مكان اللي واخدين منه قروض لكن السؤال المهم فيما يخص الخبر اللي ظهر أمام حضرتك تاني ده هو ليه أخد قروض رغم إنه هو بيقول إن الدنيا بقى التمام وإن عنده سيولة دولارية السؤال ده بقى وإجابته مش للناس اللي فهم السيسي وألعاب السيسي وترقيعمص السؤال ده لأنصار السيسي أقول لحضرتك ليه؟ لأنه لو توقف عن القروض عبد الفتاح سيسي لو توقف عن القروض يوم واحد أنا عايز أقول لك على حاجة بس ثانية معلش أنا أقاسف حقوق علي بعيدا عن القرد الكردين اللي أخدهم بـ 2 و 2 من 10 مليار دولار يعني بـ 2 مليار و 200 مليون دولار في كرد آخر سندات داخلية بما يعادل 2 مليار دولار قبل التعويم 61 مليار جنيه يعني 2 مليار دولار قبل التعويم اللي حصل من 4 أيام من يومين يعني خلال اللي 4 أيام السيسي حصل على كروض بـ 4 مليار دولار منهم 2 مليار داخلي بالجنيه يعني و 2 و 2 من 10 مليار خارجي الإجابة على السؤال اللي أنا بقول لأنصار السيسي ليه هو مستمر في الكروض ولن يتوقف ليه عبد الفتاح السيسي مستمر في الكروض ولن يتوقف ولو عمل التعويم حيعوم 2 و 3 و 10 لأن عبد الفتاح السيسي لو توقف عن الكروض حيتكشف أمره وحيبان وحيسقط مش واضحة لو توقف عن الكروض حيتكشف أمر أكاذيبه أمر الفناكيش بتاعته أمر أن كل المشاريع الفنكوشية اللي عملها لم تدخل لمصر دولار واحد حيتكشف أمره أمام الكل مش هيقدر يوفر أي شيء عارف حضرتك الوضع اللي بتعيشه غزة وإن ما فيش لقم تعيش ده الوضع اللي هيعيشه الشعب المصر لو عبد الفتاح السيسي توقف عن الكروض ساعة ساعة معالك مش هتلاقي الغيب في العيش ليه؟ لإن معالك بو منطقة البساطة هو ولا أنا بكتجيب أنت لا بتزرع اوعى تفتكر بس شوات الأرض الزراعية اللي انت حداك بتشوفهم لما بتخرج بره البيت دول هما الزراع اللي في مصر لا دول مية وعشرين مليون إنسان فبيب فيه زراع على مساحات شاسعة جدا اللي احنا بنزرع ولا بنصنع ولا بنصدر شيء ولا احنا بنصدر العرضة للدول كلها وبناخد منها قروض ده اللي احنا بنصدره بنصدر لهم الطرشة وناخد منهم قروض فما عندوش شيء اي شيء يدخلوا مورد دولاري مستمر إلا قناة السويس واول من الرجال اللي في اليمن عاملوا بام قناة السويس بقى بيصدوا فيها قراميد دلوقت احنا بنصدوا فيها قراميد عشان كده هو مش هيتوقف عن القروض ففكرة انه يقول لك طب ماشيها استثمار شوف انا باخدك على قد عقلك اهو ماشي ان اللي عمل عبدالفتاح يسيس في رأس الحكمة استثمار وماشي ان اللي هيعمله في مطارات مصر وحيبيع مطارات مصر كلها استثمار ماشي ان كل الده استثمار لما كل الده استثمار عجلة الانتاج مش شغلة ليه الدولار ليه بيجي عليه وقته وبيختفي من البنوك وبيخلص علشان معاليك ده مش استثمار ده بيع ببساطة كده العربية دي اه بمئة الف دولار تمام? تمام خلاص انت اديتني المئة الف دولار انا راجل قاعد في البيت ما باشتغلش هعمل ايه في المئة الف دولار هاخد النهاردة خمسمية واصرفهم هاخد بكرة الف واصرفهم الشهر الجاي محتاج لبس العيد والاولاد والمدارس ومش عارف ايه واخد واصرف هيحصل ايه في المئة الف دولار في النهاية هينتهوا هيتموا اهو ده اللي بيحصل في مصر بيف على كل ده ان ما عليك مديني تمام العربية مئة الف دولار وانا اصلا مديون باثنين مليار دولار ده اللي حصل لعبد الفتاح السيسي باع ارض مصر باع رأس الحكمة باع رأس جميلة هيبيع المطارات حجم الديون اللي على السيسي كبيرة جدا كبيرة جدا ما عليك الكردين اللي لسه واخدهم دول اللي هم باثنين واثنين من عشرة مليار دولار والقروض اللي حصل عليها من صندوق النقد الدولة تمانية مليار دولار والفلوس بتاعت رأس الحكمة عارف ما عليك كل الدول لا يغطوا فطورة ساداية قروض عبد الفتاح السيسي لغاية شهر ستة اللي جاي يعني بعد شهرين فالمنطق بقى من القصة دي كلها ان مهما نعمل عبد الفتاح السيسي الفلوس اللي حصل عليها نتيجة لبيع ارضك واردك هتنتهش هتخلص طب هو عشان برضو يستمر في الكرسي ولا يفرق معاه مصر ولا يفرق معاه اي حاجة انا قلت لحضركم في الفيديو اللي فات عبد الفتاح السيسي ممكن يعرض السيدة انتصار للبيع بس يبدل على الكرسي لان هو عمل في مصر حاجات كتير ومش معنى انا بقولك عمل في مصر حاجات كتير ده انا مش هجيب لك سيرة رابعة والنهضة والانقلاب لا 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 يا اخي كفايا اللي عمله في ارض مصر باع ارض مصر باع الاراضي المصرية على فكرة بس بعض زباب او لجاني السيسي الالكترونية بتقولك انت بتتكلم على البيعتب هشام طلعت مصطفى راح اشترى عشرة مليون متر في المملكة العربية السعودية في الرياض جميل تعرف ان السعودية مديها له حق انتفاع يعني مش تمليك مش تمليك الارض ده رقم واحد رقم اتنين لو دخلته على بنود العقد اللي بينها هشام طلعت مصطفى بين السعودية السعودية مش طرط عليه ان حجم المبيعات من المدينة تتخطى السبعين في المئة منها للسعوديين فقط وللسعودي الاصل مش حاملية جنسيازة عمراء اديب مثلا ولا محمد هنيدي لا للسعودي الاصل مفيش بلد في العالم بتبيع وحتى لما تكون عايز تستسمر استسمر مفيش مشكلة يعني معانيك مثلا انا اجيلك في جزئية مثلا من العاصمة الادارية انا والله ما عندي مشكلة استسمر بيع فيها مش مشكلة بيع شؤق وبيعه لسعوديين والخلايجة مش مشكلة انما لما تيجي تبيع المدن الاستراتيجية والسحلية دي مشكلة انتو عارفين يا جماعة عرقص جميلة دي فين وقف الفيديو وروح ادخل على جوجل او عالماب عالخرائط وشوف رقص جميلة دي فين دا موقع استراتيجي تاريخي تاريخي طب شوف رقص الحكمة فين دا موقع استراتيجي عالبحر الاحمر تاريخ عالبحر المتوسط تاريخي تاريخي لما يتم التفريط في مطار الكاهرة حاجات معينة هم مش بيشتروا من عبد الفتاحي سيسي اي حاجة هم بيشتروا منه زبدة الزبدة وزبدة الزبدة في المواقع الاستراتيجية زبدة الزبدة في المواقع اللي تقدر بقى تعمل مصر كده كده فالقصة كلها يا جماعة ان عبد الفتاحي سيسي لان يتوقع التعويم اللي موجود ده حضرتك هتشعر وكأن الأمور كويسة لمدة شهر وكأن الأمور كويسة لمدة شهر لكن بعد كده الأمور هتضاهور تاني فيه جملة جماعة بتقول الغبي هو اللي فاكر كل الناس أغبية زيه ده بالضبط يتعامل الإعلام المصري معانا تهشعر بيعانا انهم انتو عمليين تهللوا لصفقة بيع رأس الحكمة هي اسمها بيع لكن مش استثمار وان هي حلت قزمة الدولار وهي واستثمارات ومش عارف ايه لا هي بيع هي بيع والجملة المايسة بتاع التصليحنا اليها 35% من أرباح المشروع لحد ما يتنفذ وفيه مشروع يجيب أرباح قبل ما يتنفذ ليه بيعنا رأس الحكمة عشان نسدد الديون الديون اللي احنا لبسناها عشان نعمل بيع مشاريع ما بتجيبش انتاج بدليل ان الناس اللي جاية تشتري مشتريتش في المشاريع اللي انت عملتها مشتريتش المونوريل مشتريتش العاصمة الإطارية الجديدة مشتريتش عجبار جامعة مشتريتش عجبار كنيسة راحت لرأس الحكمة اللي انت مفكرتش فيها أصفل اللي بيبيع عرضك وأرضك وشرفك علشان حياخد كروض وحيستمر بأخذان الكروض ولن يتوقف عبدالفتاح السيسي في انه ما ياخدش كروض آخر الكروض حصل عليها اتنين واثنين من عشرة مليار دولار بكرة الصبح حضرتك سرش ويكتب البنك المركزي سندات وزون خزانة هتلاقيه أخذ كروض تاني عارف لي يا فندم علشان ما مش هقدر يتوقف السلام عليكم